الرئيس السيسي يعرف عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي خاصة في مشروع تطوير قرى الريف المصري شكري يسلم الرئيس السنغالي رسالة من الرئيس السيسي حول موقف مصر من سد النهضة وكالة الطاقة الدرية تؤكد أن إيران ركبت المزيد من أجهزة المطرد المتطورة في نطنس الرابع صباحاً الثانية بتوقيت جيلونيكش موجز إخباري جديد يأتيكم من أكسرانيوز أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنك الأوروبي شريك للنجاح لعملية التنمية معرباً عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة التعاون في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجالي تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة البنك الأوروبي لعادة الأمار والتنمية أودر رينو باسو وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام راضي أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون والعمل على زيادة مساهمة البنك الدولي في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر وفي مقدمتها مشروع تطوير قرى الريف المصري أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارة ليبيا جاءت تأكيدا لعمق العلاقات والروابط المتينة وبمثابة رسالة واضحة بأن مصر تدعم وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التطورات وخلال جلسة مجلس الوزراء أشهر مدبولي لأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية كما أعلن مدبولي تشكيل لجنة من الوزراء المعنية لبحث أطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا فضلا عن استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بعد توقفها منذ عام 2009 سلام وزير الخارجية السمح شكري الذي يزور العاصمة السنغالية دكار رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس السنغالي ماكي سال وذلك في إطار الجبلة الإفريقية التي يقوم بها حاليا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية سفيرة أحمد حافظ إن الرسالة تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية أخدم في الاعتبار الدور السنغالي الرائد على المستوى القاري وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي واختيارها لرئاسة الاتحاد العامي العام المقبل وأضاف حافظ أن وزير الخارجية قدم عرضا للرئيس السنغالي حول أهم مدارة في اجتماعات كنشاسة حيث أكد أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مصار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا بفيروس كورونا وكذلك وفات 46 حالة جديدة وأوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل خروج 435 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس الـ 164803 حالات أطلق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار قرب مفاعل ديمون النووي بجنوب إسرائيل بعد إسقاط صاروخهم بالقرب منه وضف الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ كان أرض جو وتم إطلاقه من داخل سوريا مشيرا إلى أنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا رضا على الهجوم الساروخية على مفاعل ديمون من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية تسدد لهجوم من صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الدارية أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقايمة تحت الأرض وتخطط لإضافة المزيد وقال تقرير الوكالة إلى أن الدول الأعضاء أو إلى الدول الأعضاء إن الوكالة حققت في منشأة تخصيب الوقود من أنه تم تركيب ست مجموعات تضم ما يصل إلى ألف واربعة واربعين جهاز طرد مركزي ومجموعاتين تضمان ما يصل إلى ثلاثمائة وثمانية واربعين جهاز للطرد المركزي بعضها قيدوا الاستخدام نهاية الموجز وفي نهاية وحيط المساعدة المشاهدين ما نتردد إكسر نيوز الجديد هو 11785 معدل ترميز 27500 معامل إسخدام رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على المشاهدة